عندنا أخبار برضا فارس ممكن نتناولها أهمها النهاردة أن الكابتن محمود الخطيب استقبل محمود أحمد ووتاليا طبعا محمود أحمد بطل ألعاب القوى وتاليا يعني صنائي من زاوي الهمم وكان فيه الدورة الرابعة لقدرون باختلاف ويمكن كان رسالة مهمة جدا في حضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من محمود أحمد أنه هو عاوز يلعب في النادي الأهلي النهاردة استجابة فورية من النادي الأهلي ودوره كمؤسسة وطنية مؤمنة جدا بحقية يعني زاوي الهمم وقدرون باختلاف أنهم يتواجدوا في كل مكان ومبالج بمكان النادي الأهلي مكان منذ البداية ومنذ نشأته وهو مكان يدعم الوطنية وبالتالي كان استقبال النهاردة يا فارس مهم جدا للسنائي في النادي الأهلي ويمكن كان حصل استقبال قبل كده وده طبعا لقطات معانا من الاستقبال اللي حصل النهاردة لمحمود أحمد وتالية ده النهاردة الاستقبال طبعا كان في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لمحمود أحمد البطل اللي عنده عزيمة وإرادة والنادي الأهلي لا يمنحه شيء هو مش من حقه النادي الأهلي بيمنحه شيء هو يستحقه وبل بالعكس النادي الأهلي يتشرف أن يكون عنده هؤلاء الأبطال بالإرادة دي تالية النهاردة يعني يمكن تالية في اللقاء طبعا اللي اتعامل لزاوي الهمم وطبعا واضح جدا المساعي اللي موجودة للاحتفاء بزاوي الهمم وأنهم جزء أصيل من المجتمع طبعا وشفنا اللقاء للسيد الرئيس وأكيد كان لقاء مهم جدا وشفنا مشهد لتالية يعني وهي كده يعني نامت أو هي شف كم البراءة اللي كان في المشهد ده وكان في اللحظة دي في وجود السيد الرئيس الجمهورية يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مشهد إنسان يا أسامة وكان مشهد إزاي هي الطفلة بالشكل ده بمنتهى البراءة وبمنتهى يعني المشاعر اللي كتير جدا من المصريين كان حدثهم هذي اللقطة واللي تناولوها وقد إيه يعني إحنا بنحاول بنحاول بكل طرق أكيد لازم المجتمع المصري يكون حريص على زاوي الهمم وده واضح إنه هو تعجه عند الدولة المصرية من فترات طويلة جدا إزاي نوفر لهم كل سبل الاندماج في المجتمع على أساس واضح وصريح إنه هم فعلا قادرين إنه هم فعلا قادرين يكونوا من ضمن نسيج المجتمع بنفس الشكل وبنفس الفرص وبنفس الحظوظ اللي بيتمتع بيها أي حد أكيد دور النادي الأهلي هنا بقى جماعة ده اللي نقدر نجيله كمان يخصنا هنا كمان في قناة النادي الأهلي الربط ده دور النادي الأهلي المجتمعي هو دور هام جدا النادي الأهلي لديه دور مجتمعي متفرد منذ نشأته النادي الأهلي في تأسيسه وأسبابه لم تكن فقط أسباب رياضية بل كان من فكرة طلبة المدارس العليا النادي الأهلي طبعا كان عنده دور حريص ده محمود أحمد بياخد يعني كارني العضوية الرياضية طبعا عشان يمارس يعني رياضته المفضلة يعني محمود كان له حديث النهاردة يتكلم فيه إن كان حلم العمري بالنسباله هو التواجر في النادي الأهلي يعني ومقابلة الكابتن محمود الخطيب ودي طبعا لقطات وبيستلم الكارنيه وبيستلم تيشرت النادي الأهلي طبعا في مكتب المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي اللي كان حريص يعني على إنه ينهي الإجراءات في نفس اليوم عشان يحقق حلم محمود أحمد وكان طبعا ده بعد التوجيهات من الكابتن محمود الخطيب للكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي والكابتن عجمي رئيس بهذه والإحتياجات الخاصة والدكتور ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوة باتخاذ كل ما يلزم لضم محمود أحمد وتحقيق حلمه عشان يكون بطل رياضي إن شاء الله داخل جدران النادي الأهلي الله يا أحمد أنا حريص أكد تاني إن النادي الأهلي هو أكيد أي حد ينتسب للنادي الأهلي يتشرف بده بس كمان أكيد النادي الأهلي يتشرف إن يكون عنده أبطال من نوعية اللي هي لديها القدرات ولديها الإرادة ولديها الإرادة اللي هي جزء من مكونات النادي الأهلي وهي فكرة الإرادة الملهمة النادي الأهلي نادي ملهم أكيد أكتر ناس عندها الإرادة وأكتر ناس بتتحدى يكون النادي الأهلي سعيد بتوجدهم سعيد أنه هما يكونوا من نسيجه وأنا دايما بقول النادي الأهلي بيعمل دور اجتماعي دور مجتمعي مكمل للأدوار الخاصة بالدولة المصرية وتوجهاتها وإن شاء الله دايما نشوف النادي الأهلي في هذا الوضع وفي هذا التكامل مع مؤسسات المصرية باختلاف توجهاتها إن شاء الله طبعا فارس